عن معازن بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيب الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا ربي الله وإن لم أخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم هذا الحديث العظيم يبين جماع الخير يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما سأله معاز عن عمل ينجيه من النار ويدخل به الجنة فقال صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله يقول الله عز وجل هو الأعظم هو الأولى في قلبك وفي نفسك وفي سلوكك وفي حياتك كلها ثم قال صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام اللي هي الصلاة والصيام والزكاة وحجب البيت بعد تعظيم الله عز وجل اللي هو الركن الأول لو أشهاد أن لا إله إلا الله ثم قال له بعد ذلك ألا أدلك على أبواب الخير قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يعني الصوم حماية وقاية والإنسان الحياة اللي بيصوم دائما بيقي نفسه شرور كثيرة جدا شرور النفس يعني هذه النفس إن لم تفصمها وتجاهدها فإنها سوف تقهرك يبقى الصيام بيفط بالنفس عن الشهوات ويجعلها مطيعة لله سبحانه وتعالى يبقى الصيام جنة يعني حماية ووقاية والصدقة تدفع الخطيئة كما يدفع النار لماذا بقى؟ لأن الإنسان لما يعطي لفقير أو لمسكين صدقة فإن أنت أطفأت نار الحاجة أكون مسكين ومتألم ومتأوه والجزاء من جنس العمل فكما أنك أطفأت نار حاجته ونار ألمه وجوعه فإن ذلك الجزاء من جنس العمل فيكون الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى أن هذه الصدقة تدفع عنك النار ودكون سبيل في دقولك الجنة إن شاء الله وصلاة الرجل في جوف الليل لها أجرى عظيم جدا أفضل الصلاة بعد المكتوبة هي صلاة الليل لحقا صلاة الليلة دعطان من أعظم الطاعات عند الله سبحانه وتعالى وفيها ارتق القلب وحتى القرآن يقول ربما عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلة يعني القرآن الذي تقرأه في الصلاة في الليل ده أشد ثباتا للقلب ثم ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة صلاة عمود الدين فعلا هي الأساس الذي لا يصلي دي ليس صلاة عنده دين كيف دين يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد خفر وزروة سنام الإسلام والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ملاك ذلك كله أهم حاجة بقى في الموضوع كله اللسان يعني إنسان يمسك لسانه ويكون طويل الصمت لأن اللسان ده هو الأساس في مهلك الإنسان ودخوله النار نسع لنا عفيع يا خوة ربنا عز وجل ونضع الموازين القسطة اليوم القيامة فلا تظلم نفسه بشيئة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين